السلام عليكم إخواني حياكم الله معكم أخديركم علي باريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية وهي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم آخر الأخبار وآخر تسريبات وآخر النقاشات كتقول على أن إبراهيم غالي زعيم البوليزاريو كيتواجد حاليا في كوبة من أجل العلاج وكيتعالج من مضاعفات مرض السرطان عفانا وعافاكم الله سنسمعوا بعض التسريبات صوتيات صحراوي المخيمات كيتحتوا وكيتناقشوا في خبر نقل إبراهيم غالي إلى كوبة من أجل العلاج وكيكذب خبر اللي كيقول على أن إبراهيم غالي كيتواجد حاليا في مخيمة تندوف والبعض منهم قال على أن إبراهيم غالي كيتواجد في تندوف المدينة وهذه كل أخبار كاذبة وإشعة لأنه لو كان إبراهيم غالي وصل لتندوف لتم استقباله بالزغاريت وفرحة للسيرية وغيرهم الأمور سنسمعوا التسريبات ذي النقل إبراهيم غالي إلى كوبة من أجل العلاج حياكم الله ويحيا الشعب المغرب العظيم هناك أخبار تفيد على أن المغرب سيجمد ملف قضية صحراء خمس سنوات وعدم الدخول في حوار ولا نقاش مع أي مبعود أممي لقضية الصحراء وعدم الدخول في أي حوارات ولا نقاشات ولا محادثات مع البوليزار ولا غيرها من الدول الملف الصحراء سيتم تجميده خمس سنوات مرحبا يقولون أن أبوكم ممنين الحق هذا كنتوا تحانوا لأيجي لاتشتقبلوه تحاحا وذلك جرة كاملة مرحبا سلكوا هكي لباس أخير أولا قا عندي الأخبار ما هذه هي بان الله عندي أخبار ثانية ما هذه عندي أخبار عنه رأى الشر كوبة الدول في مضيعوا هكي سرطان معيدة والإسناك نبتو يا مرحبا سلكوا شوالك هكي لباس أنا أستبعد عنه رأى الشر كوبة الدول أنا أعني معلومات عنه شر كوبة المسر الثاني هو هو الوكان اللي في رأى الشر كوبة الدول هما داروا الاحتفال وطل صواز قاريط وزواج والله أزاهم سبشي الله أزاهم رأيك رواية سبه يطيح عليها يعملوا كون موعد قايس بشار اللي هي طلص وزواج هما طلصوا لي هزواجات ماشي منه مصيوع منه من المشتشفى القرونيو بايس المشتشفى عين المعجي فما با لقايق لأ وكل كونجل تيندو فالله بادي السعى اللي قايم عليهم شفت هذا مجانبه هواي حضور وقيابه يعني ما لقاه بقياب وحضور لا ما بالنسبة لي أنا باد الله كيف تمحك نروايوته ما يميل ما يعادل قضية الضحايا وقضيته اللي اقترحته ليهم انته على أن هم يعدلوا شي معاهم ذي كليفهم باقيين معاهم وهاليهم وكذا هو قاعدة كخطاب محمد كلمة محمد عبد العزيز اللي عدا في المعتمر الثامن للصلح منين قال عن الجبه مات لها باقي عنها وفات من سجن الرشيد وفات من سجن الرشيد ذاك المليا في صنطبوع وعلنها عادت مع مصلح وعنها باقي عندها خمسة واربعين فقط لا ازيد ولا انقص إذن هذيك خمسة واربعين ما مارقته ولا انجله لهم قال أنا ماتت إذن هذيك خمسة واربعين قال هي منين نظريك هذي قال هي العبرة الثانية وله قال لها مثل أن ما هي معلومات مصدرة منه يعني خطاب كلمة محمد عبد العزيز في المعتمر الثامن اللي منكم يعقل عليها واللي قال على أنه الملف انطبوع وعن باقي عندهم خمسة واربعين رقاش هذيك خمسة واربعين رقاش كان ما شكوك على أن هلا حد مريض ولا حد مزال فيه رواية ولا عنده شيء